مرة ثانية شركة دوج وضعت معايير جديدة للقوة والأداء بين سيارات السيدان لأنها كشفت أخيرا عن طراز تشارجر SRT هيلكات ريد اي 2021 وطبعا اسم ريد اي ظهر لأول مرة في العام الماضي مع طراز تشالينجر هيلكات ريد اي اللي بيتميز بتفاصيل مثيرة والآن تم وضع هذه التفاصيل في تشارجر هيلكات والنتيجة مذهلة بكل المقاييس الوصفة بسيطة جدا تشارجر هيلكات ريد اي حصلت على نفس محركة V8 سوبر تشارج سعة 6.2 لتر الموجود في تشالينجر ريد اي وبالتالي السيدان الخارقة صارت قوتها 797 حصان مع عزم دوران 958 نيوتر وبالمناسبة شاحن السوبر تشارج اللي ساعة 2.7 لتر هو نفس الشاحن الموجود في تشالينجر ديمان وبيعتبر اكبر شاحن سوبر تشارج بيتم وضعه في سيارة انتاجية وطبعا طراز تشارجر هيلكات ريد اي رح يخطف لقب اسرع واقوى سيدان بيتم انتاجها بكميات كبيرة في العالم لان السيارة رح تتسارع من صفر الى 96 كيلو متر في الساعة خلال ثلاثة ثواني ونصف تقريبا ورح تقطع مسافة ربع ميل او 400 متر خلال 10.6 ثواني ورح توصل سرعتها القصوى ل326 كيلو متر في الساعة المحرك رح يرتبط بنفس الجير الوتوماتيك من ثمانية سرعات لكن تم اضافة تفاصيل عديدة مأخوذة من طراز ديمان مثل شاحن السوبر تشارج اللي ذكرناها في البداية بالاضافة لمحول للعزم محسن حيعطي تحكم اكثر بالقوة الاضافية وكمان حصلت السيارة على مساعدات افضل وتحسينات عديدة في البنية التحتية بدون ما ننسى مكابح برينبو الضخمة في الامام اللي بتيجي بمقاس 15.7 بوصة وفي ميزة ثانية مأخوذة من تشالنجر ديمان اللي هي SRT Power Chiller هذه الميزة بتستخدم نظام التكليف وبتحوله من المقصورة للمحرك عشان تخفض درجة حرارة المحرك وترفع مستوى الاداء رح تتوفر تشارجر هلكات ريد آي 2021 بحزمة وايد بادي العريضة حصرا وبالتالي رح تكون اعرض بمقدار 9 سنتيمتر تقريبا وطبعا فيه تغييرات ملحوظة على التصميم الخارجي اولها غطاء المحرك الجديد اللي بيحتوي على فتحة تهوية عملاقة وثانيا الجنوط الجديدة باللون الاسود مقاس 20 بوصة المصنوعة من الياف الكربون خفيفة الوزن مع اطارات بيريلي عالية الاداء وباستثناء هذه التفاصيل ما في فرق واضح في التصميم الخارجي بين هلكات ريد آي وهلكات الاساسية الشركة الامريكية ما اعلنت الى الان عن اسعار دوت شارجر هلكات ريد آي 2021 بس طبيعي انها تكون اغلى من هلكات الاساسية والامر الاكيد هو انها رح تحقق نجاح كبير في الاسواق شاركونا اراءكم عن دوت شارجر هلكات ريد آي ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد في عالم السيارات اشتركوا في القناة